ملايين إن لم تكن عشرات الملايين من قطع السلاح بمختلف مستوياتها باتت في متناول المواطنين في العراق الرازح تحت وطأة الانفلات الأمني فصارت العشيرة هي مركز الفصل وكذلك الميليشيات هي المورد الرئيس لسلاح العشائر بحكم تجوع أبنائها ثم تطويعهم في المشروع الميليشيوي وبما أن سلاح العشائر أصبح سمة على الفوضى الأمنية فكثيرا ما ردد المسؤولون شعارات مكافحة السلاح المنفلت وسحبه من يد العشائر لكن النتائج تأتي عكسية وبمناسبة التطرق لهذه الشعارات فما زال العراقيون يتذكرون تلك الحملة التي أطلقها الكاظمي لنزع سلاح المنفلت وأظهر ذراعه الإعلامي قوات حكومية وعربات تجوب الشوارع لتنفيذ هذه المهمة لكن بعد ساعات من هذا الاستعراض وقعت نزاعات عشائرية وجرائم سطو واغتيال في بغداد رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني لم يتعب من فضيحة الكاظمي وقرر أن يجرب بنفسه إنهاء النزاعات العشائرية بأسلوب دبلوماسي تودد فيه لشيوخ عشائر ميسان وما إن غادر ميسان حتى وقعت صراعات عشائرية دلت على أن ما يسميها المسؤولون سلطة الدولة لا تساوي شيئا أمام سطوة الميليشيات والعشائر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري أقر بالحقيقة عندما أكد أن نزع سلاح العشائر أمر أقرب للمستحيل ويحتاج لسنوات كثيرة وبنفس الوقت يبرر هذا الانفلات الأمني بالحديث عن اضطرار العشائر في الجنوب إلى التسلح بسبب الاضطراب الأمني حصر السلاح بها الدولة لا تصور موضوع سهولة بفترة قصيرة وصعبات وسطة إن أسلحة كثيرة بسبب الأوضاع اللي مر بها البلد من 2004 إلى حد الآن سلاح العشائر لا يقل خطورة عن سلاح الميليشيات من حيث تسببه في انعدام الأمن وإحجام المستثمرين وهجرة المواطنين حفاظا على أرواحهم والأهم من ذلك أنه علامة فارقة بين مصطلح الدولة والأرض المستباحة